سلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنخصصه لتصحاح التمرين رقم 24 من الدرس الأول اتصال دالة عددية التمرين يتعلق بتذكير حول النهاية نص التمرين يقول احسب النهايات التالية لدينا 5 حالة لنبدأ بالحالة الأولى لنحسب نهاية 3 جذر مربع x ناقص 2x عندما يقول x إلى زائد مالا نهاية أولا لحساب نهاية نقوم بالتأكد من الحساب المباشر لدينا نهاية 3 جذر مربع x عندما يقول x إلى زائد مالا نهاية تساوي زائد مالا نهاية ونهاية ناقص 2x عندما يقول x إلى زائد مالا نهاية تساوي ناقص مالا نهاية زائد مالا نهاية ناقص مالا نهاية شكل غير محدد لإزالة هذا الشكل نقوم بالتعميل في هذه الحالة نعلم أن ناقص 2x هي ناقص 2 جدر مربع x في جدر مربع x وبالتالي نلاحظ هنا عامل مشترك هو جدر مربع x نعمل به فنحصل على نهاية جدر مربع x عامل ل3 ناقص 2 جدر مربع x عندما يؤول x إلى زائد مالا نهاية لدينا النهاية الاعتياديا نهاية جدر مربع x عندما يؤول x إلى زائد مالا نهاية تساوي زائد مالا نهاية إذن هذا يعني بأن نهاية ناقص 2 جدر مربع x عندما يؤول x إلى زائد مالا نهاية تساوي ناقص مالا نهاية هذا يستلزم بدوره بأن نهاية 3 ناقص 2 جدر مربع x عندما يؤول x إلى زائد مالا نهاية تساوي ناقص مالا نهاية إذن باستعمال الجداء نحصل على نهاية الجدر مربع X عامل لثلاثة ناقص اثنان جذر مربع X عندما يؤل X إلى زائد مالا نهاية تساوي ناقص مالا نهاية نهاية تعبير المتواجد بين قوسين هي ناقص مالا نهاية ونهاية جذر مربع X عندما يؤل X إلى زائد مالا نهاية هي زائد مالا نهاية زائد مالا نهاية في ناقص مالا نهاية تساوي ناقص مالا نهاية وبالتالي نهاية ثلاثة جذر مربع X ناقص اثنان X عندما يؤل X إلى زائد ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية الحالة الثانية أولا سنتطرق لطريقة حساب هذا النوع من النهاية أي النهاية التي تكتب على شكل AX2 زائد BX زائد C الكل تحت الجدر المربع زائد Alpha X زائد Beta عندما يقول X إلى زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية أول خطوة نقوم بها هي الحساب المباشر إذن نقوم بالحساب المباشر لمعرفة هل لدينا شكل غير محدد أو لا في حالة الحصول على شكل غير محدد فلدينا حالتين الحالة الأولى إذا كان جدر مربع A يخالف Alpha في هذه الحالة يكفي التعميل بX الحالة الثانية إذا كان جدر مربع A يساوي Alpha في هذه الحالة نقوم بالضرب والقسم على المرافق ثم في حالة الحصول على شكل غير محدد نقوم بالتعميل بX في البسط وفي المقام ثم نختزل X ونمر إلى النهاية باستعمال هذه الطريقة لنقوم بحساب النهاية الثانية أي نهاية 4X2-3X الكل تحت الجدر مربع زائد X-1 عندما يقول X إلى ناقص ما لا نهاية المرحلة الأولى المرحلة الأولى هي الحساب المباشر لدينا التعبير المتواجد تحت الجدر مربع هو تعبير لذالة حدودية ونعلم أن نهاية دالة حدودية بجوار نقص ما لا نهاية هي نهاية الحد الأكبر درجة في هذه الحالة نهاية 4X2 عندما يقول X إلى ناقص ما لا نهاية والتي تساوي زائد ما لا نهاية هذا يعني بأن نهاية 4X2-3X الكل تحت الجدر مربع عندما يقول X إلى ناقص ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية من جهة أخرى نهاية X-1 عندما يقول X إلى ناقص ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية وبالتالي حصلنا على زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية شكل غير محدد إذن نمر لاستعمال أو للتأكد من هتين الحالتين لذين A في هذه الحالة هو العدد 4 و ألفا هو العدد 1 جذر المربع A أي جذر المربع 4 يساوي 2 ونعلم أن 2 يخالف 1 إذن في هذه الحالة لإزالة الشكل الغير المحدد يكفي التعميل بـ X من أجل التعميل بـ X أولا نقوم بتعميل التعبير المتواجد داخل الجذر مربع لذين 4X2-3X تساوي X2 عامل لـ 4A-3X على X2 جذر المربع A في B هو جذر المربع A في جذر المربع B مع أن A و B عددين حقيقيين مجابين جذر المربع X2 هو القيمة المطلقة لـ X بما أننا نشتغل بجوار ناقص مال نهاية فالقيمة المطلقة لـ X هي ناقص X من جهة أخرى X2 يساوي X في X ثم نختزل من البسط ومن المقام X و X فيتبقى لدينا نهاية ناقص X عامل لـ 4A-3X الكل تحت الجذر المربع زائد X ناقص 1 هنا نعمل بناقص X لنحصل على نهاية ناقص X عامل لـ 4A-3X الكل تحت الجذر المربع ناقص 1 ثم ناقص 1 عندما يؤل X إلى ناقص مال نهاية نمر للحساب المباشر بما أن نهاية 4-3X عندما يؤل X إلى ناقص مال نهاية هذا التعبير المتوجد تحت الجذر المربع تساوي 4-0 النهاية هنا هي 0 أي تساوي العدد 4 فهذا يعني بأن نهاية 4-3X الكل تحت الجذر المربع عندما يؤل X إلى ناقص مال نهاية تساوي جذر المربع 4 أي تساوي العدد 2 ثم سنقوم بطرح العدد 1 فنحصل على نهاية 4-3X الكل تحت الجذر المربع ناقص 1 عندما يؤل X إلى ناقص مال نهاية تساوي 2 نهاية الجذر المربع ناقص هذا العدد ناقص 1 أي تساوي العدد 1 إذن باستعمال الجداء نحصل على نهاية ناقص X عامل لأربعة ناقص ثلاثة على X الكل تحت الجدر المربع ناقص واحد عندما يأول X إلى ناقص مالا نهاية تساوي زائد مالا نهاية لأن نهاية تعبير المتوجد بين قوسين هي العدد واحد والنهاية ناقص X عندما يأول X إلى ناقص مالا نهاية هي زائد مالا نهاية زائد مالا نهاية في واحد تساوي زائد مالا نهاية عند طرح العدد 1 سنحصل على نهاية ناقص X عامل لي 4 ناقص 3 على X الكل تحت الجدر المربع ناقص 1 ناقص 1 عندما يقول X إلى ناقص ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية وبالتالي النهاية المطلوبة أي نهاية 4X2 ناقص 3X الكل تحت الجدر المربع زائد X ناقص 1 عندما يقول X إلى ناقص ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية بنفس الطريقة لنقوم بتحديد نهاية أولا الحساب المباشر حسب ما سبق نعلم أن نهاية جدر مربع أربعة إكس والثنان نقص ثلاثة إكس عندما يقول إكس إلى نقص مال نهاية تساوي زائد مال نهاية ونهاية إثنان إكس نقص واحد عندما يقول إكس إلى نقص مال نهاية تساوي نقص مال نهاية إذن زائد مال نهاية نقص مال نهاية شكل غير محدد إذن لإزالة هذا الشكل سنستعمل الطريقة السابقة لدينا أ هو العدد أربعة وألفا هو العدد إثنان جدر مربع أربعة يساوي العدد إثنان إذن في هذه الحالة يجب الضرب والقسمة على المرافق بالنسبة للمرافق أقتصر على هذين التعبيرين فقط نعلم أن مرافق A زائد B هو A ناقص B إذن البسط يكتب على الشكل المتطابق الهامة رقم ثلاثة هنا قمت بالضرب في هذا التعبير إذن من الضروري أن أقوم بالقسمة على نفس التعبير جدر مربع أربعة أكس أستثنان ناقص ثلاثة أكس أكل أستثنان هي أربعة أكس أستثنان ناقص ثلاثة أكس وناقص اثنان أكس أكل أستثنان هي ناقص أربعة أكس أستثنان أختزل أربعة أكس أستثنان وناقص أربعة أكس أستثنان تعبيرين متقابلين مجموعهما يساوي الصفر فأحصل على نهاية ناقص ثلاثة أكس مقسوم على أربعة أكس أستثنان ناقص ثلاثة أكس أكل تحت الجدر مربع ناقص 2x ناقص 1 أمر للحساب المباشر الحساب المباشر في هذه الحالة يعطي شكل غير محدد زائد ما لا نهاية بالبسط وزائد ما لا نهاية بالمقام لإزالة هذا الشكل سأقوم بالتعميل في المقام نعلم أن 4x2 ناقص 3x هي x2 عامل لأربعة ناقص 3x على x2 x2 هي x في x ثم أختزل x من البسط ومن المقام لنحصل على أربعة ناقص 3 على x هذا التعبير المتواجد بين قوسين جدر مربع A في B هو جدر مربع A في جدر مربع B مع أن A و B عددين حقيقين مجابين لدينا جدر مربع x2 هو القيمة المطلقة لx بما أننا نشتغل بجوار ناقص ما لا نهاية فالقيمة المطلقة لx هي ناقص x مرحلة الموالية نعمل في المقام بنقص x فنجد ناقص x عامل لأربعة ناقص ثلاثة على x الكل تحت الجدر مربع زائد اثنان اثنان في ناقص x هي ناقص اثنان x نختزل ناقص x من البسط ومن المقام ناقص x وهنا ناقص x فنحصل على نهاية ثلاثة مقسوم على أربعة ناقص ثلاثة على x الكل تحت الجدر مربع زائد اثنان ناقص واحد عندما يقول x إلى ناقص ما لا نهاية ثم في هذه المرحلة نمر إلى الحساب المباشر نعلم أن نهاية أربعة ناقص ثلاثة على x عندما يقول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي أربعة هذا يعني بأن نهاية الجدر مربع لأربعة ناقص ثلاثة على x عندما يقول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي اثنان وبالتالي عند إضافة اثنان سنحصل على نهاية جدر مربع أربعة ناقص ثلاثة على x زائد اثنان عندما يقول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي اثنان زائد اثنان أي تساوي العدد أربعة إذن المقام يعطي العدد 4 بالمرور إلى المقلوب نحصل على نهاية 1 مقسم على 4 نقص 3 على x الكل تحت الجدر المربع زائد 2 عندما يقول x إلى نقص مال نهاية تساوي مقلوب 4 أي 1 على 4 وبالتالي عند الضرب في 3 نحصل على نهاية 3 مقسم على 4 نقص 3 على x الكل تحت الجدر المربع زائد 2 عندما يقول x إلى نقص مال نهاية تساوي 3 على 4 إذن عند طرح العدد 1 نحصل على نهاية 3 مقسم على 4 نقص 3 على x الكل تحت الجدر المربع زائد 2 نقص 1 عندما يقول x إلى نقص مال نهاية تساوي 3 على 4 نقص 1 أي 3 على 4 نقص 4 على 4 والتي تساوي نقص 1 على 4 ومنه نستنتج أن نهاية 4x2 نقص 3x الكل تحت الجدر المربع زائد 2x نقص 1 عندما يقول x إلى نقص مال نهاية تساوي نقص 1 على 4 النهاية رقم 4 نهاية x2 نقص 4x زائد 2 الكل تحت الجدر المربع مقسم على x عندما يقول x إلى زائد مال نهاية في هذه الحالة الحساب المباشر يعطي شكل غير محدد زائد مال نهاية في البسط وزائد مال نهاية في المقام لإزالة هذا الشكل يجب الاختزال بx ومن أجل الاختزال بx يجب التعميل في هذا التعبير نعلم أن x2 نقص 4x زائد 2 هي x2 عامل لي 1 نقص 4x على x2 زائد 2 على x2 جدر المربع a في b هو جدر المربع a في جدر المربع b مع أن a و b عددين حقيقيين مجابين جدر المربع x2 هو القيمة المطلقة لx و x2 هو x في x نختزل في هذا التعبير x من البسط ومن المقام بما أننا نشتغل بجوار زائد مال نهاية فالقيمة المطلقة لx هي x وهنا نحصل على ناقص 4 على x ثم نختزل x من البسط ومن المقام لنجد نهاية 1 نقص 4 على x زائد 2 على x أس 2 الكل تحت الجدر المربع عندما يأول x إلى زائد مال نهاية بما أن نهاية نقص 4 على x عندما يأول x إلى زائد مال نهاية تساوي نهاية 2 على x أس 2 عندما يأول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي صفر فباستعمال الجمع سنحصل على نهاية واحد نقص أربعة على اكس زائد اثنان على اكس وستثنان عندما يقول اكس إلى زائد ما لا نهاية تساوي واحد زائد صفر زائد صفر أي تساوي العدد واحد إذن بالمرور إلى الجدر مربع سنحصل على نهاية جدر مربع واحد نقص أربعة على اكس زائد اثنان على اكس وستثنان عندما يقول اكس إلى زائد ما لا نهاية تساوي جدر مربع واحد أي تساوي العدد واحد وبالتالي نحصل على نهاية X2-4X2 الكل تحت الجدر مربع مقسم على X عندما يقول X إلى زائد ما لا نهاية تساوي العدد واحد النهاية الأخيرة نهاية 5X2-4X25 الكل تحت الجدر مربع ناقص X2-2 الكل تحت الجدر مربع ثم الكل مقسم على X عندما يقول X إلى زائد ما لا نهاية دائما الخطوة الأولى لحساب النهايات هي التأكد باستعمال الحساب المباشر لدينا نهاية الجدر المربع الأول تساوي زائد ما لا نهاية نهاية الجدر المربع الثاني تساوي زائد ما لا نهاية مع ناقص تساوي ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية شكل غير محدد بما أن معامل X2 في هذا الجدر مربع هو خمسة ومعامل X2 هنا هو العدد واحد إذن في هذه الحالة لإزالة الشكل الغير محدد يكفي التعميل نعلم أن 5X2 ناقص 4X زايد 25 تساوي X2 عامل ل 5 ناقص 4X مقسوم على X2 زايد 25 مقسوم على X2 كذلك نفس الطريقة X2 زايد 2 تساوي X2 عامل ل 1 زايد 2 على X2 جدر مربع A في B يساوي جدر مربع A في جدر مربع B نفس الشيء على الجدر مربع الثاني مع أن A و B عددين حقيقيين مجبين جدر مربع X2 هو القيمة المطلقة لX جدر مربع X2 هو القيمة المطلقة لX X2 هو X في X ثم في هذه المرحلة نختزل X من البسط ومن المقام بما أننا نشتغل بجوار زايد ما لا نهاية فX موجب وهذا يعني بأن القيمة المطلقة لX هي X نفس الشيء هنا ثم هنا نلاحظ عامل مشترك هو X نعمل به فنحصل على X عامل لي 5 ناقص 4 على X زايد 25 على X أس 2 الكل تحت الجدر مربع ناقص 1 زايد 2 على X أس 2 الكل تحت الجدر مربع ثم الكل مقسم على X نختزل X من البسط ومن المقام إذن نجد نهاية 5 ناقص 4 على X زايد 25 على X أس 2 الكل تحت الجدر مربع ناقص جدر مربع 1 زايد 2 على X أس 2 عندما يقول X إلى زايد ما لا نهاية وبالتالي حصلنا على نهاية 5X2 ناقص 4X زايد 25 الكل تحت الجدر مربع ناقص X2 زايد 2 الكل تحت الجدر مربع ثم الكل مقسم على X عندما يقول X إلى زايد ما لا نهاية تساوي نهاية 5 ناقص 4 على X زايد 25 على X أس 2 الكل تحت الجدر مربع ناقص 1 زايد 2 على X أس 2 الكل تحت الجدر مربع عندما يقول x إلى زائد ما لا نهاية بما أن نهاية ناقص 4 على x عندما يقول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي نهاية 25 على x2 عندما يقول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي نهاية 2 على x2 عندما يقول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي 0 فباستعمال الجمع نقص على نهاية 5 ناقص 4 على x زائد 25 على x2 عندما يأول X إلى زائد ما لا نهاية تساوي 5 زائد 0 زائد 0 أي تساوي 5 وكذلك نهاية 1 زائد 2 على X الثاني عندما يأول X إلى زائد ما لا نهاية تساوي 1 زائد 0 أي تساوي العدد 1 بالمرور إلى الجذور المربعة نحصل على نهاية 5 ناقص 4 على X زائد 25 على X الثاني الكل تحت الجذر المربع عندما يأول X إلى زائد ما لا نهاية تساوي جذر مربع خمسة وكذلك نهاية واحد زايد اثنان على اكس يستثنان الكل تحت الجذر مربع عندما يقول اكس إلى زايد مالا نهاية تساوي جذر مربع واحد أي العدد واحد وبالتالي كنتيجة نهائية نحصل على نهاية خمسة اكس يستثنان نقص اربعة اكس زايد خمسة وعشرون الكل تحت الجذر مربع نقص اكس يستثنان زايد اثنان الكل تحت الجذر مربع ثم الكل مقسم على اكس عندما يقول x إلى زائد مالا نهاية تساوي جذر مربع 5 هذا التعبير نهاية هذا التعبير عفوا ناقص 1 نهاية هذا التعبير وبالتالي النهاية تساوي جذر مربع 5 ناقص 1 بهذا نكون قد أنهينا تصحيح هذا التمرين فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة وإلى قادم الفيديوهات بحول الله